اشتركوا في القناة 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 نصف كاس ديال الحليب مجفف او حليب بودرة صراحة اللي كي خليها هاد الحلوه هادي ديال التمر كجينة لديدة بزاف انا العديد مدير لكم هكذا الاشكال وانواع ديال الحلوية ديال التمر غير دخلوا القاناة ديالي هنا عندي هادا ربع نصف عفو الملعقة صغيرة ديال خميرة الحلويات يعني ما تكتروش هادا الخميرة الكيموية بزاف غير نصف ملعقة صغيرة صافي من بعد غادي نضيف الدقيق عندي هنا انا غادي نضيف جوج كيسان ديال العنباء ونصف ديال الدقيق ودائما دقيق كيبقى على حسابرة كي نضقيق لي كيشرب وكي ليلا صافي انا غادي نجمع غادي نضيف الكاس تاني يعني كتبقوا هكذا بالتدريج باش ما كي يعني حتى تشوفوا اللقاوة ماش العجينة واش تجمعات غير هاد العجينة بحل شكل صابلي خاسكم تجمعوها غير بحل الطريقة ما تحتاجوش هكذا هكذا تدلكوها باش كيس بقى محافظة على ديال القرماشة ديالها صافي كي نلقا هكذا وغادي نضيف بقى غادي نحتاج نصف الكوب الاخر ديال لهذا الدقيق صافي كي ما كتشوفوا العجينة كنحصل عليها على هاتشكل ولنتو ما كندقيق مثلا هكذا باقي يعني ما كيشربش كتقدرو هكذا كتزيدو بالمعلقة حتى كتحصلو على هاد القاوام غير العجين ما تجيش هكذا يعني كتجينا ما كتجيناش قاسحة بزاف ما تجيناش مرخوفة يعني هادا هو القاوام ديالها صافي غادي نقسمها على جوج وكنحرب لها هكذا كورات وغادي نضيفع الافوحة البلاستيكة وكنخليها كترتاح غادي ندوزو ان شاء الله للحشوة بالنسبة للحشوة انا عندي هنا هي 8 ميز قرام ديال العجين ديال التامر قادي نضيفع لي واحد الملعقة كبيرة ديال هذا ديال السكر سقيل معالقة كبيرة ديال الزبدة الزبدة تكون بحرارة الغرفة قادي نضيفع معالقة كبيرة ديال السمسيم او الزنجلان وهنا عندي ربعات معالقة كبيرة ديال الكوكا واللي مهر مش الات الشكل وكنضيفت قريبا واحد جوج معالقة كبيرة ديال ماء الزهر وعندي هنا معالقة صغيرة ديال القرفة صراحة كيجي رائع بها الداسميتو كيجينا من السم صافي وغادي نعجن هالتمر مزيان كيلي كيبغي يدير في غير القرفة ومتع الزهر والزبدة يعني كيبقى على حسب الاختيار صراحة غير بهالطريقة هاديرة كيجيكم من السم حتى هو والديد صافي كنحصل عليه على هات الشكل هادا هنا بالنسبة للعجين عفواً كنمر هكا حتى كنحربل هاد الهاد العجين ديال التمر يعني كنحربلو كامل باش هكدا من اللي كنبغي هكدا ننقدو في العجينة كيجيكم ساهل يعني يتبدو بيهو اللول يا رجين يا اشجيه يا رجين يا رجين يا رجين لكي لا تتسق معكم العجينة او تدهنوا بشوية زيت نباتية تحاولوا العجينة قبل تبسطوها هنا تحاولوا تبسطوا العجين كما تشوفوا لا تجيش العجينة هكذا غليدة يعني نضيفها على شكل مستطيل كما تشوفوا الحشوة التمر ونلف جوجة هكذا جوجة لفات سوف نقطع هكذا بالسكين ودروري هكذا كتضغطوا عليها بالأصابع ديركم باش ما كتفتحش معاكم العجين سوفوا كترجعوا هكذا كتحربلوها ما كتبقاش يبين هذك يعني ذك الضغط دير الأصابع سوفي أنا غدي نقام مستمرة بنفس الطريقة حتى غدي نكمل هاد العجين اللي عندي مع الحشوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر منزل سوف نضيف ورق الزبدة لكي تصل إلى الطريقة سهلة ونضيف السمسيم أو زنجلان هنا هاد العجين هادي كندهنه بماء الزهر كاز قدروك الدهنوه بأبيض البيض كيبقى على حسب الاختيار ديالكم صراحة الماء على الزهر كي نسم هاد العجين سوف يوك نحرب لها مزيان بهاد زنجلان هادا كي مراه واضح في الصورة وسوف يغد نقطعها يعني نقطعها على هاد الشكل هادا ودائما هاد العجل اللي كانكون هاكدا مقطعها هي اللي كان قبط عليها العبار باش كي جيني هاد الحلوة كي جيني هاكدا مقادة كما كتشوفو كنحصل على العلات الشكل وكنصفففو حت الصينية للفورن يعني كما كتشوفو الطريقة راها ساهلة مهلة غندي نستمر حتى غنكمن ان شاء الله هاد العجل اللي عندي كاملة بالنسبة للفورن كي يكون سخون من قبل سوف يكون درجة الحرارة بشغة طيبوها كي يكون مئة وخمسون سوف يكون تخلي واحدة تقريبا واحد خمسطاشر دقيقة على حسب الفورن ديالكم وكتخلي واحدة كتتاخد ذاك اللون الذهبي وسوف يكون تخرجوا وكي ما كيباليكم هادا وشك النهائي ديال هاد الحلوة هادي اللي كتجي صراحة رائعة وكتجي ذاك لابات ديالها مرملة ورطيط ببزف وذاك العجل ديال التمر كي ما كتشوفو الحشوة اللي دارت فيه يعني كيجي الديد اللي كعطيه واحد للدلات وقاوم يعني كي ما كتشوفو راها الحلوة الساهلة مهلة ومكونات اللي بسيطة بزف ومتوفرة عندكم في البيت غير جربوها غادي تعجبكم وتنرد ديالكم ان شاء الله تزينوا بهالمائدة ديال الافطار ديالكم ان شاء الله يوم العيد وكنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتشعات ديالكم برطاجي الوصفة ديالي مع الاصدقاء والاحباب باش تعم فائدة على الجامع وبسلام عليكم خليتكم في امان الله إلى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة